السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد موضوع فيديو اليوم هو هل يمكن أن يصبح شعبان 31 يوم مثلا؟ كل عام وأنتم بخير جميعا غدا إن شاء الله أول أيام شهر رمضان وإن شاء الله بتكون طاعتكم مباركة طبعا انتشرت اليوم بعض الفيديوهات اللي عبتتحدث أنه سيتم اليوم مساء تحري الهلال هلال شهر رمضان ولكن نحن بنعرف أنه اليوم هو 30 شعبان بمعنى أنه التحري كان مبارح واليوم 30 شعبان فهل يمكن أنه يصبح مثلا غدا 31 شعبان ورمضان هو يوم السلسة؟ تحدثوا بعض الناس أنه عندنا علاقات واسعة مع المنظمات الإسلامية في ألمانيا وفي أوروبا وأنه سيقوموا بإختاره اليوم ليلا ومساء يعني إن كان غدا رمضان أم لا يعني أنا ما فهمت الموضوع بالضبط كيف بس أنا حسب فهمي وأنا لست عالم دين يعني ولا خبير في الشريعة الإسلامية ولكن أنا ما بذكر ولا في يوم الأيام أنه شعبان صار 31 يوم أو أني صمت رمضان 31 يوم وبالتالي اليوم 30 شعبان واليوم ما في أي تحري لأي هلال يعني وغدا هو حكما أول أيام رمضان لأنه الشعبان ما ممكن يصير 31 يوم فأنا ما بعرف أي منظمات إسلامية اليوم رح تتحرى هلال شهر رمضان لحتى إذا مثلا ما شافوا يعني فهل يمكن أنه يصبح شعبان 31 يوم يصير بكرة غدا 31 شعبان ويوم الثلاثة هو أول أيام شهر رمضان يعني أنا بستغرب وهيك بتكون سقطت آخر أوراق التوت يعني عن هالقنوات يعني اللي عبتتدائي فهمها وعلاقاتها الواسعة يعني في ألمانيا وعلى المنظمات الإسلامية ومع الحكومة الألمانية ومع عدد كبير من المحامين والقضاة الحكي المنسمعه بشكل متكرر يعني يبدو أنه ليس له أي أساس من الصحة رمضان مبارك وطاعة مباركة لكم جميعا رمضان له هيك جو خاص جدا في ألمانيا يعني هيك لما بتجتمع العائلة مساء يعني هتجوا بحبه جدا أنا يعني وعزيز جدا على قلبي وبستناها كل سنة تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته